اشتركوا في القناة بصفة عامة ولكل واحد فينا بصفة خاصة من ضمن المبادئ الواضحة جدا في سفر التكوين في تكوين الأسرة حتى بعد ما الإنسان الأول أدى محاول أخطأه وعصوا وسيط ربنا وأكلوا من الشجرة اللي ربنا منعهم بيها اللي هو وكأنهم تمردوا أو على الوصية الإلهية في حياتهم نجد ربنا بعد كده عندما أسققت الإنسان حط مبدأ مهم جدا من خلال حوار الله مع آدم وحوة بعد السقوط في الصحة الثالث من سفر التكوين أولا بنجد ربنا كلم آدم الأول آدم أين أنت؟ من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة؟ ربنا بيسأل آدم على الخطأ اللي حصل وبعد شوية على طول في الآية اللي بعدها فقال رب الله المرأة ما زلازي فعلتي؟ هنا بنجد عنصر واضح جدا ربنا بيعلموه لنا من خلال أن الخطأ اللي في الأسرة فيه تشارك في المسئولية زي ما شفنا في حلقة قبل كده أن فيه شركة شريك حياتي وشريكة حياتي أيضا عندما حصل خطأ وسقطت هذه الأسرة فيه مشكلة روحية مع الله ذاته الله بيسأل الطرفين على المسئولية وهنا نتعلم مبدأ يعني ناخد منه الصورة الإيجابية وهو أن الأسرة المسيحية تتكون من زوج وزوجة اللي اتنين بيشتركوا في المسئولية حولين الأسرة على كل ما يخص الأسرة يعني لو فيه نقص روحي في أولادنا إحنا الاتنين مسؤولين عنه لأن أحيانا الأب بيقول للأمة أنت المسئولة لا المسئولية مشتركة فيه ثمرة روحية بنفرح بها إحنا الاتنين فيه مشكلة بتوجه الأسرة الاتنين مسؤولين عن التفكير والتدبير والتنفيذ والتحمل لكي نستطيع أن يحل المشكلة بصورة مرضية فيه فكر نحققه إحنا الاتنين مسؤولين نتشارك كيف نحقق هذا المشاركة في المسئولية في الأسرة المسيحية بين الزوج والزوجة أو بين شريكي الحياة عنصر أساسي في تكوين الأسرة الأولى التي صنعها الله لتكون نموذج تطابق بعد كده فيه كل الأسر التي تتكون فيما بعد مبدأ مهم ربنا حطه مهم أنه يكون واضح قدامنا في عينينا في حياتنا في شركتنا في تعاملاتنا في كلامنا لكي لا يلقي كل واحد المسئولية عن الآخر ويعفي نفسه ويبرق نفسه من أصعب الأمور في الأسرة أن كل واحد يحاول يطلع التاني مخطئ وكأني أنا بريء لا المشاركة في المسئولية عندما يخطئ شريك حياتي أو تخطئ شريك حياتي نحن مهم أن نحن الاتنين نتحمل هذا الخطأ ونجتهد نصلحه بدون أن نلوم بعض ولكن نؤمن أن نحن واحد نكمل بعض وده أحد عناصر الوحدانية في الأسرة التي خلقها الله والأسرة المسيحية اللي نحن نحن بناشى أن نحن نتحمل كل شيء مع بعض ونسنت كل شيء لأننا شركاء في المسئولية وشركاء أيضا في الثمار وشركاء أيضا في التصرف وفي العمل وللهنا المجد دائما أبديا أمين